الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثانيس عشر من مستدرك الوسائل للمحدث النوري وهذه الطبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة في صفحة التاسعة والخمسين بعد المائتين إنه الحديث الثاني عشر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حبب إلي من دنياكم ثلاث إطعام الضيف والصوم بالصيف والضرب بالسيف قد يقول قائل من أن الأميرة يتحدث هنا عن صيام مستحب فهو يحب الصيام المستحب في الصيف هذا الكلام ممكن لكننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار نقطتين النقطة الأولى منطق أمير المؤمنين منطق متكامل فأمير المؤمنين منطقه هو منطق الله قطعاً حينما يحب شيئاً فإنه يحب الشيء الذي يحبه الله وكلمة مشهورة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة لما سألوه عن السبب قال لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي هذا هو منطق علياً إنه علي المنطق منطق علي علي المنطق ومنطق الإمام إمام المنطق هذا هو منطقهم فحينما يتحدث عن حبه للصوم في الصيف قطعاً يتحدث عن الصوم الواجب بالدرجة الأولى لأن الصوم الواجب هو الأحب إلى الله من الصوم المندوب ولذا أوجبه علينا أمير المؤمنين يتحدث هنا عن الصوم الواجب بالدرجة الأولى الصوم المندوب يأتي تباعاً فهذا صوم واجب بالصيف هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في الحديث إشارة إشارة لأيام رسول الله لأن أيام رسول الله كان الصوم الواجب فيها في الصيف ومرت علينا الحوادث إذا جمعنا الحوادثة جمعنا الآيات مع الروايات مع الوقائع مع التقييم التأريخ المنطقي الذي بيّنته لكم وجئنا بهذا الحديث وأمثاله فهناك إشارات كلامهم كالقرآن هم الذين يقولون لست أنا إمامنا الصادق يقول نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء وهم الذين يقولون أيضاً من أن القرآن فيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ حديثهم كذلك هم الذين يقولون إمامنا الرضا إمامنا الصادق إمامنا الباقر هم الذين يقولون من أن حديثهم فيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ فحديثهم أيضاً فيه مستوى العبارة وفيه مستوى الإشارة وفيه مستويات أخرى إذا جمعنا الآيات مع الروايات التي فسرت لنا الآيات التي قرأتها عليكم قبل قليل بخصوص بدر أو بخصوص الخندق وغير ذلك إذا جمعنا كل ذلك ووجدنا أن رسول الله في أيامه في المدينة كان صيامه الواجب في الصيف وإذا نظرنا إلى أن بدراً وقعت في الصيف والخندق كذلك ووقعت واقعة فتح مكة في شهر رمضان أيضاً فهناك صوم في الصيف وهناك ضرب بالسيف أيضاً حُبّب إليّ من دنياكم ثلاث إطعام الضيف والصوم بالصيف والضرب بالسيف مقارنة الضرب بالسيف مع الصوم بالصيف فيه إشارة واضحة إلى تلك الوقائع وبغض النظر عن هذا الكلام حتى إذا قلنا من أن الأميرة يتحدث عن صيام مستحب في الصيف فمر علينا هناك وقائع وقعت في الصيف بدر والخندق وفتح مكة ويضاف إليها تبوك وفقاً لرواياتنا أقرأ عليكم من الكافي للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة هذا هو الجزء الرابع من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السادسة والستين إنه الحديث السابع عشر بسنده بسند الكليني عن يونس بن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من صام لله يوماً في شدة الحر فأصابه ضمأ وكل الله عز وجل به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل ما أطيب ريحك وروحك ملائكة اشهدوا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت له قد يقول قائل من أن الحديث عن الصيام المندوب ولا دليل على ذلك لأن الإمام حين يتحدث عن الصوم فإنه في الدرجة الأولى يتحدث عن الصيام الواجب الكلام ينصرف إلى الصيام الواجب إلا إذا قامت قرينة حتى نصرف الكلام إلى الصيام المندوب من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ضمأ إلى آخر الحديث هذا يشير إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان المسلمون معه يصومون في الصيف مثلما مرت التفاصيل إذا جمعنا كل هذه الأحاديث مع بعضها وإذا قرأنا أيضا ما جاء في وسائل الشيعة وهذا هو الجزء السابع الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية وسائل الشيعة للحر العاملي صفحة 302 إنه الباب السادس باب استحباب الصوم في الشتاء الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة هذا يعني أن الصوم قد يقع في الصيف وقد يقع في الشتاء قد يقع في الجو الحار وقد يقع في الجو البارد الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة حتى إذا حملنا الحديثة على الاستحباب على الصوم المستحب مثل مثل ما عنوان الحر العامل الباب باب استحباب الصوم في الشتاء هذا العنوان من الحر العامل لا شأن لنا بعناوين الحر العامل نحن نذهب إلى الحديث بشكل مباشر وإنما قرأت العنوان كي لا يقول قائل عند مراجعة الأحاديث من أنني ما أشرت إلى العنوان لأنه يتحدث عن الاستحباب نقرأ الحديث الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة الصوم أيضا يراد منه الصوم الواجب بالدرجة الأولى ويراد منه الصوم المندوب بالدرجة الثانية وإلا لا يوجد دليل على أن الصوم هنا هو الصوم المستحب ما هو الدليل لا يوجد دليل الإمام هكذا يقول الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة بل هذا التعبير بالغنيمة الباردة يشعرنا بأن الصوم واجب كيف ذلك لأن الصوم واجب ولا بد أن يصام فإذا كان في الصيف فإن الإنسان سيتحمل الأذى في صومه ولكنه في الشتاء هو يؤدي الواجب الذي لو كان في الصيف فإنه يتأذى بسبب حرارة الجو لكنه في الشتاء يصوم الصوم الواجب يبرئ ذمته من هذا الواجب وهو بمثابة الغنيمة الباردة لم يكن قد تعرض لأذى بسبب حرارة الجو وبسبب طول النهار ففي الشتاء يكون النهار قصيرا قطعا لا أتحدث عن كل الأرض ولكن بشكل عام في الشتاء في أكثر الأرض يكون النهار قصيرا والحرارة منخفضة فلا يعاني من ألم الجوع ومن ألم العطش ومن تعبهما الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة رسول الله صلى الله عليه وآله مشرع الصوم هو الذي يقول الصوم في الشتاء الغنيمة المباركة الباردة هذا يعني أنه كان يصوم في الصيف فهذا هو المشرع مشرع الصوم لو كان تشريع الصوم كما يقول النسيئيون في الأيام الباردة أو في الأيام المعتدلة لما قال مشرع الصوم نفسه رسول الله هذا الكلام لماذا؟ لأن الصوم يشرع في الشتاء ويشرع في الصيف لكنه إذا كان في الشتاء فهو غنيمة مباركة باردة وأعتقد أن الأحاديث واضحة وواضحة جدا اجمعوا كل هذه الأحاديث مع كل تلك الوقائع مع كل تلك الآيات مع كل تلك الروايات ما الذي سنصل إليه التقويم قمري والأشهر متحركة وتارة النصوم في الصيف وأخرى في الخريف وأخرى في الشتاء وأخرى في الربيع حديث آخر وهو الحديث الثالث لازلت أقرأ عليكم من الجزء السابع من وسائل الشيعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الشتاء ربيع المؤمن يطول 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 فيه ليله فيستعين به على قيامه وقيام الليل مستحب ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه فقد يقال من أن الصيام هنا صيام مستحب وهذا ممكن بقرينة قيام الليل الذي هو مستحب لكننا إذا نظرنا من أن الأئمة ينظرون إلى أعلى المراتب فيما يحبه الله فإن أعلى مراتب قيام الليل المحبوب إلى الله هو القيام في شهر رمضان فعينئذ سيكون الصيام هنا صياما في شهر رمضان لأن أعلى درجات ما يحب الله من القيام هو قيام ليل شهر رمضان فالإمام حتما يقصد أعلى الدرجات الشتاء ربيع المؤمن ففي الربيع يحصل الإنسان على الثمار وعلى الأزهار يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه أفضل القيام قيام ليل شهر رمضان ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه وأفضل صيام صيام شهر رمضان بقرينة الربيع لأن الربيع يشير إلى أفضل ما يمكن أن يكون الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه إذن الصيام تارة يأتي في الصيف وتارة يأتي في الشتاء وتارة يأتي فيما بينهما يأتي في الخريف الذي يقع ما بين الصيف والشتاء ويأتي في الربيع الذي يقع ما بين آخر الشتاء وأول الصيف أما الخريف فيقع ما بين آخر الصيف وأول الشتاء هناك رواية واضحة جدا أقرأها عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الستين بعد المئة إنه الحديث الثالث رواه محمد بن مسلم عن أحدهما إما عن الباقري أو عن الصادق هذا نسيان من قبل الرواة عن محمد بن مسلم عن أحدهما فمحمد بن مسلم يروي عن الباقري ويروي عن الصادق بعض الرواة الذين يروون في الأجيال التي تأتي بعد ذلك ينسون عن من روى محمد بن مسلم فيقولون عن أحدهما وإلا فمحمد بن مسلم لا ينسى روايته ولا ينسى عن من رواه لأنه هو صاحب الرواية مع ملاحظة أن محمد بن مسلم كان يمتلك حافظة وذاكرة استثنائية جدا لما حافظه من الأحاديث الكثيرة جدا من أحاديثنا ومن أحاديث المخالفين محمد بن مسلم يسأل الإمام هو يقول سألته سأل الإمام صلوات الله عليه عن علامة ليلة القدر هل هناك من علامة لليلة القدر التي هي أفضل ليالي شهر رمضان ماذا قال له الإمام المعصوم علامتها أن تطيب ريحها فيها رائحة طيبة أن تطيب ريحها وهذا يتحسسه أرباب القلوب أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفأت وإن كانت في حر بردت فطابت هذا يعني أن ليلة القدر تأتي في البرد وتأتي في الحر الكلام واضح واضح جدا محمد بن مسلم يسأل الإمام سألته عن علامة ليلة القدر فقال علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت وإن كانت في حر بردت نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الثانية والعشرين بعد الثلاثمائة ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة الزيارة التي وردت من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نزور بها سيد الشهداء وخصوصا في يوم عاشورا نزور بها سيد الشهداء في سائر أيام السنة لكن لزيارة هذه خصوصية أن نزور بها سيد الشهداء في يوم عاشورا ماذا نقرأ فيها وسبية أهلك كالعبيد متى بدأ السبي بدأ السبي في اليوم الحادي عشر قتل الحسين في اليوم العاشر من المحرم وسبية أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات الهاجرات هي الأيام التي يشتد فيها الحر في ساعات ما بعد الزوال وهذه أيام شهر تموز وأيام شهر آب هذه هي الأيام التي يشتد فيها الحر ما بعد الزوال هذه الساعات تسمى الهاجرات وهذه الأيام تسمى الهاجرات الأيام الشديدة الحر في القيض في تموز وآب فهذا يعني أن الواقعة حدثت في تموز في الشهر السابع ومن هنا من هنا كان العطش علامة ورمزا لتركيز المظلومية ولترسيخ العواطف باتجاه المشروع الحسيني الزمان كان مهما كان الزمان مهما مثل ما كان الزمان مهما في حجة الوداع إذ حج النبي في شهر ذي الحجة وألغى الشهر النسيئة مطلقا مع أنه كان ملغيا بالنسبة إليه منذ أن كان في مكة وبالنسبة للمسلمين منذ أن وصل النبي إلى المدينة ووضع التعريخ الهجرية في أول يوم وصل فيه إلى المدينة وسن لهم التقويم القمرية لصيامهم وحجهم وإلا كيف يقول القرآن في سورة البقرة عن الأهلة من أنها مواقيت للناس والحاج فهل يعمل بها رسول الله أو لا وسورة البقرة سورة مدنية فهل يعمل رسول الله ما بين المسلمين بما جاء في سورة البقرة أو لا لكنه جعل حجه في حجة الوداء في شهر ذي الحجة كي تستقيم الأمور وكي تنتظم بيعة الغدير في تأريخها الهجري وهكذا جرت الأمور بغض النظر عن التحريف الذي حدث في واقع الأمة في كل شيء حرفوا القرآن وحرفوا الدين وحرفوا الأحكام وحرفوا الصلاة والصيام وحرفوا كل شيء هذا نقرأه في زيارة الحسين في نفس هذه الزيارة فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان هنا هملجوا وفي نسخ أخرى وهجموا وهجموا في البغي والعدوان وهملجوا الهملجة الهملجة هي حركة الفرس في سيرها المعنى واحد هجموا هملجوا وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا بقتلك يا حسين وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل يا أبا عبد الله لقد قتلوا بقتلك الإسلام أعود إلى حر الهاجرات فواقعة الطفوف حدثت في الشهر السابع في شدة الحر حتى يكون العطش عطشا شديدا كي يكون علامة مميزة من العلائم التي ترسخ المظلومية وتحشد العواطف وتركزها فهذا هو برنامج الحسيني ستراتيجية الحسين في ترسيخ العواطف وفي حشد المشاعر باتجاه مظلومية واضحة العطش الشديد في أيام الحر الشديد هي علامة واضحة للمظلومية الحسينية ماذا يفعل الحسين هذا هو الذي يحرك القلوب ويحرك المشاعر باتجاه أن يلتفت الذين يلتفتون إلى الواقع المنحرف الذي أسسته السقيفة بني ساعدة ألا لعنة الله عليها وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات فأين سيكون شهر رمضان إذا كان عاشوراء في الشهر السابع ويبدو أنه يتحرك باتجاه آخر السنة وليس باتجاه أولها ما هي القرينة على ذلك لأن السبايا كانت مسيرتهم ما بين محرم وصفر فصفر كان أيضا في الصيف فإذا كان محرم في تموز فإن صفر كان في آب في الهاجرات لأن الحديث هنا عن السبايا وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البرار والفلوات فحر الهاجرات كان مصاحبا لهم من بداية السب إلى نهايته بحسب الزيارة فهذا يعني أن الشهور القمرية في السنة الحادية والستين التي حدثت فيها عشرة كانت تتحرك باتجاه نهاية السنة فسيكون شهر رمضان في السنة التي بعدها في شهر آذار في الربيع فهو شهر رمضان مرة يكون في الصيف وأخرى يكون في الشتاء وأخرى يكون في الربيع وأخرى يكون في الخريف فإذا كانت عاشوراء بمحرمها وصفرها في الشهر السابع والثامن بحسب زيارة الناحية المقدسة تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات من كربلاء إلى الشام فهذا يعني أن شهر رمضان في تلك السنة سيقع في آذار في شهر آذار من السنة الشمسية القادمة أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم من خلال كل التفاصيل التي تقدمت ومن خلال المعطيات التي عرضتها بين أيديكم في هذه الحلقة وعدتكم أن أتحدث عن أسماء الأشهر القمرية لكنني لا أجد وقتا لذلك سأترك الحديث عن أسماء الأشهر القمرية إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر